في بعض السائقين على الطرق السريعة واللي بتربط ما بين المحافظات واللي بيتم قطع مسافات كبيرة وطويل عليها بيكون نقص عنهم فكرة الالتزام بالقواعد المرورية والسلامة ده غير طبعاً السرعة الزايدة للأسف اللي بتكون أحياناً سبب رئيسي في وقوع الحوادث زي ما شفنا في الفترة الأخيرة بسلت فيه أكيد تفاصيل كتير قوي عن الموضوع ده حابين نحن نعرفها لكن إزاي تلاشى الحوادث على الطرق بالذات السريعة وهل التزام بالحراط اللي على الطرق دي يعني أكيد مش معمولة كده يعني أكيد لها سبب بتكون سبب رئيسي في عدم وقوع الحوادث وكمان إزاي ساهم تحسين الطرق في مصر لتقليل الحوادث برقم أو بنسبة كبيرة والخفاض مؤشر حوادث الطرق عندنا خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضفنا اللي بنوارنا النهاردة دكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي أهلاً بك يا فن أهلاً وسهلاً صبعاً خيراً دكتور صبعاً السريعة للأسف نس كتيرة قوي ما بتلتزمش بالحراط وبنلاقي كمان خطأ من الناس اللي بتعدي الطريق اللي بيعدوا كده من غير بالنسبة لهم اللي سايق ده هيهدي فجأة طيب أنا حابة أبدأ الأول طبعاً بتحية حضرتك والأستاذ طبعاً على المجمود الكبيرة اللي بتعملوه أولاً بالنسبة للحوادث الطرق اللي بدأنا من بره لجوه هي مشكلة عالمية مشكلة عالمية على فكرة ما فيش حاجة اسمها تلاشي الحوادث وهناتكلم ازاي ولكن هي مشكلة دولية يعني في آخر تقرير لبلومبيرغ في سنة عشرين تلاتة وعشرين قالوا تقريباً انخفاض في الحوادث على مستوى العالم كله في تقدم ملحوظ إلا أنها لا تزال مشكلة عالمية موجودة بنتكلم على أنه في دول نجحت أنها تخفض الحوادث أكتر من خمسين في المية ودول أربعة دول في العالم أو خمس دول في دول من تلاتين لخمسين في المية دول تمن دول وفيه الباقي أقل من كده مصر نجحت على فكرة من 2013 لحد 2024 في تخفيض الحوادث بنسبة تقترب من الخمسة وعشرين في المية فإذا هي تكاد تقترب من الدول المتقدمة جداً في هذا الأمر وده نعكس في التقارير الأخيرة لأن احنا كنا بناخد دايماً لون أحمر ريت قلر كده محدش يسوق عندنا دلوقتي احنا بناخد لون أخدر أو بنفسج اللي هو البنفسج اللي قبل الأخدر بشوية يعني فبالتالي احنا عندنا الزوم بتاعنا يعتبر آمن في القيادة وبالرغم من كده احنا زي العالم عندنا برضو مشكلة كبيرة في الحوادث يمكن كانت كبيرة جداً قبل كده والنهاردة الحمد لله بفضل الجهود اللي موجودة انخفضت بنسبة كبيرة يعني لو اتكلمنا على 2013 أو 2011 ل13 في المرحلة دي احنا مصر كانت الحوادث بتاعتها بتفوق المعدلات العالمية عشر أضعاف كنا بنتكلم على أن لمعدل العالمي تالها الحوادث لكل مئة ألف نسمة احنا كنا بنوصل لخمسة وتلاتين حادثة فبالتالي احنا تقريباً رقم كبير تلت الأسرة في المستشفيات كانت بتشغلها الحوادث وكانت تعتبر تاني سبب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب النهاردة مع التقدم اللي حصل في شبكة الطرق القومية اللي حصلت على مستوى مصر وعلى حاجات تانية لسه أشرحها بالتفصيل هي سبب في هذا الأمر انخفضت الحوادث بالنسبة لنا وأصبحت قريبة من المعدلات الدولية زي ما قلت بتكلم ونهاردة تقريباً الحادثة تقريباً 2.2 من 10 لكل ألف مركبة بمعدل حوالي ما يقرب من أقل من 10 عربيات لكل مئة ألف نسمة وده أرقام تعتبر فيها تقدم كبير جداً جداً على مستوى مصر والأسباب معروفة وهنتكلم عليها دلوقتي وأسباب الحوادث برضو هقول لكم عليها دلوقتي طب ياريت نعرفها إيه الأسباب؟ هل موضوع مرتبط فقط بسلوكيات السائقين ولا في أسباب أخرى؟ بالضبط كده أولاً هي بتشكل الحوادث لو قلنا إنها 100% سبب الحادثة هنقول إن فيه 70% سلوك بشري وده المفاجأة بقى وفيه 30% عوامل أخرى اللي هي منها 15% على الطريق وحوالي 20% على قطع الغيار طب نبدأ بالأرقام الصغيرة الـ 15% على الطريق طبعاً حصل تحسن كبير جداً فيهم لأن أكبر حادثة بتحصل هي اللي بيحصل فيها تشارك بين النقل والسيارات الملكية فدي بتمثل حوالي 40% من الحوادث اللي بتحصل على أي شبكة طرق في العالم كله فبالتالي مصر عملت إيه؟ خفضت أولاً من تحسين شبكة الطرق تحسين الأمان، تحسين الرؤية تحسين ما يسمى بالنقاط السوداء النقاط السوداء دي هي النقطة اللي بتقرر فيها الحوادث كل شوية لو تاخد بالك ما تلاقيش النهاردة فيه قولك المنطقة دي بيحصل فيها حادثة المنطقة دي خدوا بالكم، ما فيهش كلام زمان كنا نعد لقول الدائري الدائري وقامات الأخرى النهاردة ما فيهش بالأكسبوت ما فيهش نقط سوداء النهاردة إحنا بنتكلم على حوادث متفرقة على شبكة الطرق كلها وده أول مؤشر المؤشر الثاني اللي هو فصل النقل عن الملاكي وده نقطة مهمة جداً لأنهما النهاردة عملوا شبكات من الطرق اللي فيها حاجة بيسمى بالطريق الداعم الطريق الداعم ده اللي هو الطريق الموازي للطريق الرئيسي واللي بيبقى مخصص للسيارات النقل سموه مرة طريق الشاحنات سموه مرة طريق الخدمة سموه مرة طريق الداعم ولكن في النهاية بتبقى العربيات النقل مفصولة زي السخنة الصحراوي المصر السكندرية بنتكلم على السويس الإسماعيلية 30 يونيو إلى خلاخ خلاص فكل شبكة الطرق النيو فيرجن أو النسخة الجديدة بتفصل لتنين على بعض فده الواحد وكده بيخفض 40% من الحوادس بنتكلم على برضو تحسين في المكون الإنشائي للطريق نفسه بحس أنه ما بقاش بيحصل فيه مشاكل جمع زي اللي كانت بتحصل قبل كده صيانة مستمرة ومتابعة دورية لأعمال الصيانة للحفاظ على المكتسب بتاع شبكة الطرق خب بالك أنت لو ما عملت الصيانة بعد شوية هتستلم الطريق كله كل الطرق كلها مكسرة واتروح الشبكة القومية للطرق طبعا فلازم أنت تهتم بإسيانة الطرق الجسيمة والدورية والدائمة علشان هذا الأمر ده بالنسبة لشبكة الطرق كمان أعتقد مهمة الإنوارة اللي في الشوارع فصل المستويات اللي حصل نتكلم على مثلا كمان التقاطع بين الطرق والسكة الحديد كان عندنا حوالي عمله يعني بالنسبة إنجاز تقترب من 70% ألف كبري فوق المزلقانات بحيث يبقى يعني بيحط الكبري في مستوى والأطر في مستوى عشان ما تحصلش حوادث التصادم اللي كانت بتحصل في هذا الأمر والشيء بالشيء يذكر السكة الحديد كانت سنة 2021 2018 حدثة 20-24-181 حدثة يعني تصور إن تقريبا السكة الحديد انخفضت بالرغم من إحنا بنسمع عن حوادث لكن انخفضت الحوادث فيها إلى ما يقرب من 20% من قوة الحوادث الأرقام دي إحصائيات موجودة في التعبئة والإحصاء والحاجات دي ممكن حضرتك أي حد يرجع لها ده بالنسبة للطرق بالنسبة للقطع الغيار خطيرة جدا القطع الغيار عندنا حاجتين مهمين جدا الحاجة الأساسية اللي بتأثر الكويتش الكويتش العربيات لأن الكويتش العربيات عندهم انفجار وبيؤدي إلى انقلاب السيارة وانقلاب السيارة طبعا بيتبعوا إن مجموعة سيارات أخرى بتصطدم بيها ودي أخطر نوع من نوع الحادثة ولذلك أنا بأوهيب بالمواطنين ضرورة إنه هما ياخدوا بالهم من كويتشات العربيات تتغير كل سيانة دوريين طبعا أو كل ثلاث سنين عشان الكويتش بعد ثلاث سنين بيحصل له إنه بيبقى بريتل كده بيبقى ناشف وبيتشققات وبيؤدي هذا الأمر له حوادث خطيرة ولازم يكون معاك ستبنه وحاجات كتير أولا ده بالنسبة للحوادث التاني سبب في القطع الغيار المراية دايما المرايات المكسورة واللي ما بيشوفهاش واحد ماشي مش شاف اللي للوراء ولا اللي قد ديمه بتكون سليمة فندم وقفلها وقفلها للأسف فطبعا دول فيما يخص الثلاثين في المائة فيما يخص الثلاثين في المائة اللي احنا بنتكلم عليه من النهاردة اللي هو موضوع الرئيسي اللي هو السلوك البشري يعني إيه السلوك البشري خلينا أقول لك أول حاجة نبدأ بأخطر مركبه لأنه خبالك العربية الصغيرة الملاكي حدستها وحشة وكل حاجة لقادرة لا ولكن بتبقى محدودة شوي العربية النقل لو دخلت ممكن تخش في تلاتين عربية فإحنا بنتكلم في ده وحصل فعلا قبل كده طيب سواء السيارة النقل القائد ماشي القائد ده لازم يكون بحالة صحية سليمة لازم يكون عقليا متزن وإحنا أعني بهذا طبعا تعاطي المنتشر بين سوائين النقل اللي هي إقراص ومخدرات وحاجات زي كده فبقى ماشي واخد حاجات تفوقه طول الليل وهو سايق وعمل كده ومش شايف قدامه فطبعا بيخش في العربيات القدام فإحنا بنتكلم هنا على موضوع خطير جدا هو السبب الرئيسي إلى الآن في الحوادث على فكرة التقرير الدولية بتقول مش على مصر بتتكلم على كده بتقولك أن الدولة النمية معدلات السيارات فيها بتمثل واحد في التملك السيارة واحد في المية يعني إلى عشرة في المية من الدول المتقدمة يعني للدول المتقدمة عشر أضعاف وبالرغم من كده الحوادث في الدول النامية أربع خمس أضعاف الدول المتقدمة يعني إيه متقدم ونامي نامي لأنه الناس سلوكها مش متزن فإحنا بنتكلم على السواء الشبكة بقت متطورة وده يعني بتاعت الطرق وده أي شاهد عيان من بره ومن جوه بيقوله أنا عندي قرائب بيجو من بره بيقوله إحنا في بلد تانية خلص صحيح فدي حقيقة فموضوع الطرق يعني حتى لو في بعض المشاكل البسيطة اللي ممكن تظهر في المستقبل بيوعالك نتكلم على موضوع سوائين النقل اللي لحد دلوقتي ما عالكش هو ده اللوب أنا نفسي بجد أنه يعني في ناس معاها رخص من زمان قوي نفسي بقى فيه زي امتحانات كل شوية لأنك تتحن يعني امتحانات كل شوية اللي ما يعديش أو ما بقاش حافظ كويس قوي كتاب الإرشادات بتاع السواء زي ما فيه دور كتيرة قوي أنت بتنجح بالعافية عشان تعدي اختبار السواء أو النهاردة على فكرة احنا بقينا ستريكت قوي في اختبارات السواء لكن الناس معاها رخص من زمان قوي للأسف لسه ماشي بيها لغاية النهاردة زي ما حد أنا بشوف مناظر غريبة بيبقى واحد بيكسر علي عشان هو مرايته فعلا مقفولة سواء النقل بيبقى ماشي والله العظيم كأنه بيحزبه من طريق هو بيقول حزبه يعني قدامه هيروح اه يعني أنا مش ههدي انت لازم انت وها مش شايف مش شايف قدامه فببقى يعني احنا بنبقى سايقين فعلا النهاردة كان زمان كان فيه مشاكل فعلا في الطرق نفسها لكن النهاردة الطرق تمام ما فيش مشكلة الممارسات هي الخطأ كبير وبصراحة فيه سيدات كتيرة قوي تلاقيها بتاعمل مئة ألف حاجة وهي بتسوق فنفسي يبقى فيه زي كل شوية متحان كده الناس تمتحن انا بضم صوت لحضرتك بصراحة بجد عشان نكمل بالرخصة والله بتكلم لا ومعليش وفيه رجال كتير بتعمل بعض رجال عندهم احساس بأنا صاحب الطريق خلينا نقولها بطريقة تانية لطيفة ان السواء عندنا في مصر غير مدرب بطريقة كافية على القيادة الامنة يعني هقول لحضراتك وبيعرض حياة الناس للخطر بالنسبة لسوائين لغير الاقراءة والكتابة والحالة الصحية السليمة يعني ما يكونش عنده مشكلة في النظر ما عنده مشكلة في حاجات اخرى ما بيكونش بيدوخ هو بيسوق خلافه لازم يتم اجراءات اختبارات تعاطي المخدرات عليهم بصفة مستمرة بيحصل وبتتعمل مع الرخصة بيتجدد في المستشفات وخلافه لكن انا بقول مش كفية لازم اللي بيسموها سبوت شك اللي هو يجي فجأة يقف عليه في لجنة أو يقف عليه في حاجة وتبقى مكسفة اكتر على خاصة على الطرق اللي منتشر فيها الحمولات برضو بيوقفوهم ويركزوا معهم ومع رخصهم سواء المكربصات وسواء النقل اللي احنا بنشوف ده بصراحة لكن بجد في حاجة غلط في حاجة لسه نقصة ان احنا نتعامل مع ساققين للأسف الشاحنات بطريقة مختلفة هقول بقى حتة زيادة كدولة هو احنا عندنا ليه سواء النقل بيضطروا يطعطوا المخدرات مش عشان سلوك شخصي انا بتكلم على ليه هو بيضطر ياخد حاجات تفواء وطول موزعي وكده لانه سواء النهاردة احنا عندنا 99% من البضائع بتنقل على سبكة النقل البري يعني احنا كان زماني سكة الحديد بتقوم ب30% من الدور المطلوب انها بتشيل 30% و70% بري و30% سكة حديد النهاردة سكة الحديد وليس نقل الركاب احنا بنتكلم على ان احنا قدامنا حوالي من 3 ل 5 سنين عشان خاطر تقدر هذه المشاريع تكتمل وده اذا كان كمان معدل الانجاز بتاعها مقبول طيب يبقى كده هنفضل 3-4 سنين 99% من البضائع بتنقل عن طريق النقل طيب السواء النقل شركات النقل اللي عندنا بتستغل هذا الامر من خلال زيادة الحمولة بتزود الحمولة يعني العربية اللي بتشيل طق بيسموها تشيل الطق طقين علشان خاطر بدل ما ياخد مشوارين ياخد مشوار الحاجة التانية بتشغل السواء بطريقة مقحفة مش 8 ساعات في اليوم أبدا يعني السواء ده بيشتغل ما يقرب 16 ساعة في اليوم وبيشيل دورية و2 و3 وبيمشي بمسافات احيانا الرحلة بتوصل لـ 12 ساعة يعني في حال اثبات تعاطي السواء يجب كمان محاسبة الشركة محاسبة الشركة لان الحقيقة انا شايف يا الشركة يتزود أساطلها يتزود عربياتها وتزود سواءينها يتزود عدد الشركات في مصر دلوقتي في الوقت الحالي لحين انتهاء السكة الحديد من مشروعها ده موضوع الموضوع التاني انك انت ترأي بالحمولة الزايدة وغيره لإجبار الشركات على زيادة السائقين لان انت طول من انت الحمولة الزايدة بتدفع غرامة ويمشي بيعمل كده ويمشي لكن احنا لو احنا حاسبناه هيتطر يزود عدد الرحلات ده رقم اثنين رقم تلاتة في مراكز منها واحد انا عارفه في حلوان تقريبا او في 15 مايو للقيادة تحت الظروف الحارجة اسمه كده القيادة في الظروف الطريقة ده لا يدرب عليه الا سواءين الشاحنات وخاصة المواد البترولية والمواد الخطرة والقابلة اللي اشتعال لان ده وهو ماشي فجأة ممكن يحصل له حدث زي عربيعة بالعرض تخش عليه زي ان حتة بتزحلق في مطرة فبالتالي لازم يعرف كيفية التصرف لان دي مش قيادة طبيعية احنا بنتكلم على القيادة في الظروف الحارجة ده لازم هذه المراكز تنتشر اكتر في الفترة اللي جاية ويجبر كل قائد النقل على انه هم يعني يسوق فيها نشكرك شكرا جزيلا لك دكتور عمد نبيل استشاري الطرق النقل الدولي شكرا جزيلا